اشتركوا في القناة سأقترح عليكم هنا بالنسبة لطلبة المجدع المشترك العلمي تمرين خاص بالدرس الأول في مادة الرياضيات إذا هو حسابيات في آن أو لاريتميتيق دعوان دونك اخترت لكم هذا التمرين لأهميته لأنه يتضمن بعض الأسئلة الجوهرية التي يجب على كل طالب أن يكون على الأقل عارفا أو ملمما بطريقة الإجابة عنها إذن حتى لا أطيل عليكم الموضوع الآن سترونه أمامكم باللغة الفرنسية ويمكن كذلك بالنسبة للطلبة اللي تدرسوا بالعربية يمكن كذلك الاستفادة من هذا التمرين إذن ليكون آن وحد عدد طبيعي بحيث أن A و B عددين بحيث A تساوي 2 على قوصة N فو 3 على قوصة 4 إذن أولا تحقق بأن A تساوي 2 على قوصة N فو 41 أو جودة 41 و B تساوي 3 على قوصة N جودة 17 إذن أولا تانية تانية استنتج زوجية كل من A و B هل العدد A زوجي أو فردي ثم حديد أكبر قاسم مشترك وأكبر قاسم مشترك وأسرار قاسم مضاعف مشترك لعددين A و B ثم استنتج بأن A و B أوليان فيما بينهما إذن أوليان فيما بينهما يعني صفيح 1ا Cars يمكن أن ي común أن الس يعني أنك تبعون بأن هذا العبارة أو هذا التعبير أو هذا العدد الذي هو عبارة على العدد طبيعي الحال فهو يقبل القسم على 1296 أو يقسيم 1296 ثم وما بيّن أن ثلاثة أس آن في أ موان دو على بوصنص آن في بي مفاومة مضاعفات خمسة وثلاثة إذن هذا هو مجمل الأسئلة الآن غد نطلق الإجابة عن هذه الأسئلة إذن لا بس نكتب المعطيات لدينا أ تساوي دو على بوصنص آن فوى تروى على بوصنص كارب فوى تروى على بوصنص آن ولا دينا بي إقال أ تروى على بوصنص آن فوى دو على بوصنص آن فوى دو على بوصنص آن إذن من خلال الكتابة للآس لاحظو بأن هنا عادنا دو على بوصنص آن قد لنكتبوها فاكتوروزيو بها يعني نردوها كعمل مشتلق يعني هي مضربة في تروى على بوصنص آن فلس آن أو تروى على بوصنص آن يعني هي واحد وثمارين زائر واحد 82 82 فهو عدد زوجي لا بس أن نكتبه يجوج فو 41 باش نصلو النتيجة المطلوبة دونك 2 على بوصنس 1 فو 41 اذا لتذكير فقط تعرف بأن A على بوصنس 1 فو A على بوصنس 1 يتقال A على بوصنس 1 هذا فقط لتذكير كيف مرنا من هنا إلى هنا اذا هذا لتذكير اذا بالنسبة البيك عدنا 3 على بوصنس 1 2 على بوصنس 4 هذا يتقال A على بوصنس 1 دونك 2 على بوصنس 1 فو 2 على بوصنس 4 plus 1 or 2 على بوصنس 4 فهو 16 plus 1 فهو 17 دونك 3 على بوصنس 17 ونكتبه جابنا على السؤال الأول اذا فيما يخص دراسة زوجية ديال كل عدد إذن من كل السهولة تلاحظوا من خلال التعبير اللي يرقب اللي يرجعنا له فيما قبل الأخير وهو يه 2 فو 2 على بوصنس 1 فو 40 إذن نقصبه على هذا الشكل يه 2 فو grand K بحيثو أن K يه 2 على بوصنس 1 فو 40 وطرقوا بأن توت نمبر كي سيكري درافار 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 2 فو ك تنقلوا بأنه عدد زوجي يعني النمبر إذن بما أن A سيكري سوى la فرم 2 ك إذن يمكن أن نقول بأن A فهو عدد زوجي درافار هذه معنى يدرس الزوجية أو إتداء la parité درافار 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 بما يخص A بما يخص B إذن بل تلاحظو بأنه يسيكري تلعب على بوصنس 1 فو 10 تلاحظو بأن 3 فهو عدد فردي يعني ستن نمبر أم كذلك بالنسبة 17 فهو كذلك عدد أمبار دوك هنا لكن هذا عدد أمبار فتروا على بوصنس 1 تبقى دائما عدد فردي دوك ولا وبالتالي جود عددين فردي يعطينا دائما عدد فردي وبالتالي هنج جاوبتكم الجاوب مباشرة شفاه إذن غتقول le produit سي voulez دوك le produit de de نمبر اللي وجدناه هو 2 على بوصنس 1 plus 1 فو 41 ولقينا bay تروى على بوصنس 1 فو 17 إذن le PGDC ديال العددين A و B نكتب دائما الأعداد المشتركة فيما بينها بين A و B مرفوعة إلى أصغر أس إذن من خلال الملاحظة البديهية تلاحظوا بأن ليس هناك أي عدد مشترك بين A و B اللهم العدد 1 يعني يمكن كتابته هنا عنده هنا في 1 وهنا نضربه في 1 إذن الأعداد المشترك هو 1 لأسرأس لأنه 1 لقية 1 إذن هذا للتذكير فقط أو كيفية صحنا هالأمور هالي إذن فيما يخص BPMC ماذا نكتب نكتب الأعداد المشتركة والغير المشتركة يعني عدنا جورج على بوصنس 1 وعدنا 40 وعدنا طروة على بوصنس 1 وعدنا 17 إذن تلاحظوا بأنه 2 على puissance 1 x 2 x 41 x 3 x 1 x 17 دو على puissance 1 x 3 x 6 x 1 إذن هالأتقار 42 x 17 ويمكن فر الكالكيل المهم عدنا هو التعبير ليل BPMC إذن هذا الجواب على هذا السؤال ثم نطلق الآن إلى باش نبينو بأن A moins 2 N x B moins 3 N فهو يقبل قسم على 1296 أولا نخذي نشوف ما هي A moins 2 على puissance N ما لات ساوي هي 2 على puissance N x 3 على puissance 1 plus 2 على puissance 1 moins 2 1 فقط فقط كذلك 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 ساوي باش على B moins 3 على puissance N c'est quoi c'est 3 على puissance N x 17 donc dخذ me 3 على puissance 1 x 2 على puissance 4 plus 3 على puissance 1 moins 3 على puissance 1 donc voilà وبي tell A moins 2 على puissance 1 x B moins 3 على puissance 1 2 على puissance 1 x 3 على puissance 1 ثبت بي 3% أص جوج فلتط أص أص 4 6 à la puissance N 6 à la puissance 4 c'est quoi ? 1296 إذن تتلاحظون نكتب أن A-2N fois B-3N فيتقبل القسم على 1296 إذن هذا هو الجواب على هذا السؤال إذن قلنا سؤال آخر وهو 3 à la puissance N fois A moins 2 à la puissance N fois B إذن تتلاحظون 3 à la puissance N je remplace A par son expression 2 à la puissance N 3 à la puissance 4 plus 2 à la puissance N moins 2 à la puissance N 3 à la puissance N 2 à la puissance 4 plus 3 à la puissance N إذن je vais développer mon calcul donc c'est 3N 2 à la puissance N 3 à la puissance 4 plus 3 à la puissance N fois 2 à la puissance N moins 2N fois 3N fois 2 4 moins 2 à la puissance N fois 3 à la puissance N donc je pourrais ici simplifier donc il me reste 3 à la puissance N fois 2 à la puissance N c'est 6 à la puissance N donc c'est 6 à la puissance N fois 3 à la puissance 4 donc c'est 6 à la puissance N moins 2 à la puissance 4 c'est-à-dire c'est quoi ? c'est 6 à la puissance N fois 81 moins 16 donc ça me donne 6 à la puissance N fois 65 ça sent que 65 est divisé par 5 donc c'est 5 fois 13 donc ça veut dire que cette expression-là elle divise 6 à la puissance N elle divise 5 et 13 donc ce qui nous intéresse le plus c'est que de dire que 3 à la puissance A N A moins 2 à la puissance N B il divise 5 et 13 en même temps donc voilà la réponse à cet exercice donc j'espère que cela vous sera utile bien sûr le jour de votre premier contrôle donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada